السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دور التعليم ال Vue.js Framework سنتحدث في هذا الدرس عن موضوع الفيلتر والفيلتر لتوضيح أهميتي سأقوم بوضع مثال بسيط إذا سنفترض أنه يوجد لديه هنا name يحتوي على قيمة go arab go مثلا عبارة عن string هذا الاسم أريد طباعته على سبيل المثال بأحرف كبيرة حاليا سأقوم بطبيعته بالشكل العادي كما نلاحظ إذا هنا يظهر لديه ففي حال أردت أن أقوم بتحويله إلى أحرف كبيرة ممكن أن أقوم هنا بكتابة مثلا to over case بهذا الشكل فسأضغط على زر التحديث نلاحظ إذا أنه يعمل بشكل ناجح فبهذا الشكل تمكننا من استدعاء function على el string لكن في بعض الأحيان ممكن أن يكون الموضوع أكثر تعقيدا فمن الأفضل أن نقوم بإنشاء filters فال filters ستمكننا من أن نقوم بطباعة المتغيرات بشكل مختلف عن الشكل الموجودة بداخله كما حدث هنا أمامنا بالفعل الآن المتغير موجود بأحرف صغيرة ولكن تمكننا من طباعته بأحرف كبيرة حتى إذا قمنا بالتغير عليه بهذا الشكل نلاحظ أيضا سيبقى سيعرض ولكن مع أحرف كبيرة فطبعا هذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل في view.js الطريقة المناسبة هي استخدام filters وفي بعض الأحيان يكون الموضوع أكثر تعقيدا من الشكل الموجود لديه حاليا فيكون من غير المناسب أبدا أن نقوم بالكتابة بهذا الشكل فلإنشاء filter سأقوم هنا بكتابة filters بهذا الشكل وسنقوم بإنشاء object وممكن أن نسمي filter الأول الموجود لدينا مثلا to our case على سبيل المثال وهنا سأقوم بإنشاء function uh سنحصل على الفاليو القديمة وضمن الفاليو سنقوم بالتعديل عليها فهنا سأقوم بكتابة بتاعة value dot to our case بهذا الشكل الآن هنا طريقة الاستخدام ستصبح بهذا الشكل إذا ما أفرض يوجد لدينا إذن هنا name سأقوم بكتابة هنا عفوا هذا الرمز رمز الـ or وسأقوم بكتابة هنا to our case طبعا هنا الاسم طبعا اختياري ممكن أن أقوم باختيار بأي اسم ليس مع الشرط طبعا أن يكون نفس اسم لكن هذه المرة اخترته بهذا الشكل سأضعط الآن هنا على زر التحديث إذن كما نلاحظ حصلنا على نفس النتيجة فممكن أيضا أن نقوم بإنشاء filter آخر أيضا بهذا الشكل مثلا duplicate على سبيل المثال فأفترض أنني سأقوم بطباعة النص مرتين عبدا عن مرة واحدة فما سيحدث فعليا سنقوم بعمل value مثلا زائد value مرة أخرى وممكن أن نقوم بوضع مثلا مسافة في المنتصف ففي حال الآن قمنا بوضع رمز الـ or مرة أخرى وقمنا بوضع duplicate قمنا بتطبيق الفلتر مرة أخرى فسنضغط الآن على زر تحديث إذا نلاحظ يتم العرض مرتين طبعا سأقوم بوضع PR هنا لتوضيح الشكل أكثر كما نلاحظ دينا في المرة الأولى نستخدم PR الآن سأضغط هنا إذن بهذا الشكل نلاحظ هنا إذن تم تكرار الأوتبود مرتين إذن بهذا الشكل نكون تعلمنا أيضا كيف نقوم بتطبيق أكثر من الفلتر في نفس الوقت فكما لاحظنا هنا الفلتر نقوم بوضعها ضمن الـ view instance الموجود لدينا فبالتالي الفلتر تكون متاحة للاستخدام فقط ضمن الـ instance الحالي ففي حال كان لدينا component معين فلا نتمكن من استخدام الفلتر في حال كان معرف لمكان آخر ففي حال كنا نريد تعريف فلتر عام ليتم استخدامه مع جميع الـ components الموجود في التطبيق الخاص بنا نريد تعريف global filter فيتم تعريفه بهذه الطريقة نقوم بكتابة هنا view.filter بهذا الشكل وهنا نقوم بكتابة اسم الفلتر على سبيل المثال سأقوم بإنشاء فلتر مثلا على سبيل المثال بهذا الشكل وهنا نقوم بكتابة الـ function الذي سيقوم بتحويل القيمة طبعا ستصلنا القيمة هنا ممكن أن نقوم بعمل مثلا this.to lowercase بهذا الشكل فهنا أصبح هذا الـ component تم تعريفه في كتابة view بشكل كامل فبالتالي في كل مرة نقوم بإنشاء instance سواء الـ component أو الـ component العام الموجود لدينا هنا الـ component على التطبيق بإمكاننا استخدام الفلتر to lowercase فعلى سبيل المثال في حال قمنا هنا مثلا بإنشاء متغير مختلف مثلا سايت على سبيل المثال الآن مثلا يبدأ بحرف كبير مثلا سأقوم بكتابة اسمي هذه المرة على سبيل المثال في حال أرادت كتابة أو سأقوم بكتابة email مثلا بشيء بأنجي إذن بهذا الشكل لدينا إذن email الآن في حال أرادت أن أقوم ب طباعة الـ email بـ lowercase فبالتالي لدينا الآن حرف كبير يجب أن يتحول إلى أحرف صغيرة حتى لو كان لدينا أكثر من واحد مثلا بهذا الشكل ففي هذه الحالة ممكن أن أقوم بطباعتها بهذا الشكل سأقوم بطباعة إذن الـ email وهذه المرة سنستخدم الـ global filter to lowercase فالآن سأنتقل إلى المتصفح وأضغط على زر التحديث إذن يوجد لدي error كما نلاحظ assist to lowercase أعفوا هنا كان يدع لي كتابة value بهذا الشكل الآن سأضغط على زر التحديث لدينا هنا إذن الـ email طبعا أيضا نسيت أن أكتب return عفوا سأضغط الآن على زر التحديث مرة أخرى كما نلاحظ إذن تم طباعة القيمة بالشكل الذي أردناه وطبعا في كل مرة يتم طباعة القيمة بدون أن يتم التأثير أبدا على الشكل الموجود فيه الداتا فقط يتم تغيير الشكل شكل الطباعة فقط فتظهر فقط للمستخدم بالشكل الذي نريد مع المحافظة إذن مرة أخرى على القيمة الموجودة لدينا فبهذا الشكل نكون وصلنا إلى نهاية هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة